المحاكم الأسرة 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 قلنا القوانين الإجرائية الخاصة بالأحوال الشخصية وردت بها استثناءات تعتبر استثناءات على القواعد العامة الوردة في قانون الرافعات قلنا التوقيع على الصحيفة يجب أي صحيفة ترفع بالدعاوة المدنية يجب أنها التوقيع لكن أنا عندي الأحوال الشخصية في بعض الدعاوة مستثناء من التوقيع المصاريف الصلح تشكيل المحكمة تمثيل النيابة جواز إصدار أحكام وقتية أثناء نظر الدعوة كل هذه حاجات خاصة بمسائل الأحوال الشخصية نظمتها قوانين إجراءات التقادي وتمثل استثناء من القواعد العامة الوردة في قانون المرافعات هو أنه ينفع أثناء نظر دعوة تثبيت ملكية أطلع حكم مثلا واجب النفذ أثناء تداول الدعوة لا لكن هذا يجوز بالنسبة للرؤية يجوز بالنسبة للنفقة وما إلى ذلك قلنا القوانين الإجرائية أيضا المفروض القاعدة العامة لإختصاص المحلي إختصاص محكمة موطن المدعي عليه لكن أنا بالنسبة للأحوال الشخصية القانون جعل لي استثناء أنا ممكن أن أرفع الدعوة في محكمة موطن المدعي أو المدعية أو محكمة موطن المدعي عليه هذا يعتبر استثناء في الدعاوة التي قلنا عليها تيسيرا على النوعية المتميزة والنوعية التي هي ظروفها تكون أمثل حاجة في مسائل الأحوال الشخصية قلنا استثناء آخر قلنا الإختصاص المحلي غير متعلق بالنظام العام ما ينفعش المحكامة تحكم به من تقاء نفسها يجب المدعا عليه هو الذي يدفع بعدم الاقتصاص المحلي لكن بالنسبة للمسائل حوال الشخصية الاقتصاص المحلي يتعلق بالنظام العام امتى المحكامة التي تختص أو ترفع أمامها أول دعوة أمام حاكم الأسرة تكون مختصة بنظر سائر الدعاوة التي ترفع بخصوص هذه الأسرة قلنا شيء ثاني أهلية التقاضي أهلية التقاضي في القواعد العامة عشان واحد يعمل لحضرتك توكيل أو حضرتك توكيل ورفع أضية لازم يكون عنده كم سنة لكن أنا عندي وأهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 15 سنة في مساء في الولاي على ايه على النفس لكن ولاية على المال كام 21 سنة وأهلية الرشد المالي سن الرشد المالي كم سنة 18 18 سنة طيب درجات التقاضي قلنا درجات التقاضي في القواعد العامة نظامها قانون مرافعات التقاضي على درجتين ومحكمة النقدة تعتبر طريق طعن إيه استثناء أو طريق طعن غير عادي طيب أنا عندي في أحوالي الشخصية أو محاكم الأسرة تمام من ضمن الحاجات الاستثناءات نقولها فقط نذكر فيه عجالة تمام انعدام الحكم وتجروده من القوى الأساسية تمام طيب وقلنا فيه إعفاء من دعوى النفقات ومكافة مراحل التقاضي وتكلمنا أن الفرق بين المتعاود والنفقة وقلنا عرض الصلح في مسائل أحوال الشخصية اللجوء لمكاتب التسوية المحكمة من حقها تبصر الحصوم حضور الخبيرين تمثيل النيابة وقلنا الإخصاص المحلي وقلنا أهلية التقاضي 15 سنة قلنا أهلية التقاضي الدفع لو واحد سنه أقل من 15 سنة يبقى قلنا دفع شكلي ولا دفع موضوعي قلنا دفع شكلي الدفع اللي يبدأ مني أنا أقول عدم قبول يعني لما أكتب مذكرة لما يكون الخصم مثلا بالنسبة لي المدعي أقل من 15 سنة ورفع الدعوة بشكل أنا كمحامي أدفع بإيه بعدم القبول يعني لما أكتب مذكرة أو أبدأ في محضر الجلسة أقول إيه إيه الدفع الصحيح أو ليه عدم قبول الدعوة مرفعها من غير زي صفة بطلان عدم صحة إنعقاد الخصوم عدم صحة إنعقاد الخصوم وإحنا قلنا عليه دفع إيه شكلي طيب هذا البطلان هذا الجديد اللي أنا بردك تمكين بنتتذكرو يعني البطلان نسبي البطلان المتعلق بعدم اكتمال الأهلية التقاضي نسبي بالضبط كده زي إيه زي أم رفع دعوة نفقها للصغيرين واحد فيهم 15 سنة واحد أقل من 15 سنة هم هترفع حضرتك معلش سادة المسجار هتدفع بالدفع بعدم الإعقاد بالنسبة لمين روايدا بس ها هتدفع هتدفع بيه واحد عندك 15 سنة واحد أقل من واحد تجاوز 15 واحد أقل من 15 ها الأقل من 15 طب ما هي والدته صاحبة الصفة هي واعتبارها أن هي الممثلة رفع الدعوة ها شفت هو ده هو ده الكلام شفت الفكرة أنه أنا دماغي راحت للأقل خلي بالحضرتك لا أنا الدفع بالنسبة لي هي بعدم قبول الدعوة بالنسبة لمن تجاوز 15 سنة ليه لأنه خلاص تجاوز المفروض هو يرفع الدعوة يختصم بشخصي وليس بصفة أن والدته هي الممثل بالنسبة له وصلت لحضراتكم طيب قلنا حاجة تانية بلوغ السن اكتمال السن أمام محكمة الاستقناف تمام وقلنا طبعا أنه من لوازم أنه هذا الدفع شكلي يجب أن يبدأ لو أنت ما حضرتش أمام أول درجة يجب تكتب الدفع ده أول سبب من أسباب الاستقناف لأنه أنت لو جبتوا نمرة اثنين سيبب سقط حقك في التمسك بهذا بالدفع الشكلي تمام طيب حضرتك ما حضرتش أو حضرته والمحكمة مرضيش تسجيل الدفع بتاعك واستأنفت أثناء الاستقناف كان الأقل من 15 سنة بلغ سن 15 سنة ينفع محكمة الاستقناف تصحح هنا وتستكمل نظر الدعوة لا لأنه نحن بنقول العبرة بالإنعدام الخصومة والعبرة بوقت رفع الدعوة والإنعدام لا يرد عليه تصحيح ولذلك محكمة الاستقناف بنقول محكمة أول درجة استنفذت ولايتها يعني محكمة الاستقناف ما ينفعش تلغي وترجع لمحكمة أول درجة لا هي تقضي بإلغاء الحكم لو كان حكم في الطلبات وتدي إلغاء وتدي بطلان الإعقاد للخصومة طيب قلنا حاجة مهمة جدا المرة اللي فاتت هناك بعض القيود التي وضعها المشرع كقيد على قبول الدعاوة أمام حكم الأسر خلي بالكم موضوع المهم ده خلاص نحن بس بنستذكر عشان نقول إيه كمّل هنكمل اللي إحنا عشان تبقى برضك موضوع المحاضرة القيود الوردة وهنتكلم على القوانين الموضوعية وهنتكلم على الجزء الخاص بغير المسلمين وشروط تطبيق الأحكام الشريعة الطائفية على غير المسلمين القيود الوردة على قبول الدعاوة قلنا هم أربع قيود القيود الأول القيد المتعلق بسن الزجين القيد الثاني الدعاوة الناشئة عن عقد زواج غير الموثق القيد الثالث دعاوة التطليق والفسخ من الزواج غير الموثق القيد الثالث دعاوة الطلاق بين الزجين المصريين غير الإيه المسلمين لقبول الدعاوة أمام حكم الأسرة السن كم سنة كم لا انا ما قلش اهلية التقاضي انا بقول فيما يتعلق بدعاوة علاقة الزوجية او اثبات الزواج عند الانكار كام خمستاشر تمنتاشر ستاشر الزوجة ستاشر والزوج تمنتاشر وده طبعا برضك وضع غريب في القانون لانه قرار وزير العدل عدى الليحة التوثيق بالنسبة للمأزونين وحذر على المأزون ان يبرم توثيق اي عقد زواج الزوجين اقل من تمنتاشر سنة فالمفروض بالتبعية السن المفروض في القانون ايه يبقى تمنتاشر سنة للايه للاتنين خلي بالحضرتكم المادة سبعتاشر بتقول ايه لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة ستاشر اقل من ستاشر ميلادية وسن الزوج اقل من تمنتاشر امتى احسب السن عشان اقبل الدعوة اقبلها امتى العبرة بتاريخ العقد اثناء ما انا بحكم الدعوة اثناء رفع الدعوة العبرة بوقت رفع الدعوة العبرة بوقت رفع الدعوة وقلنا الحكم الذي يصدر بعدم القبول لا يحوز الحجية يعني بعدما البنت ولا الولد يبلغ السن بيجوز ان يرفع دعوة ايه جديدة طيب عدم القبول هنا لعدم بلغة السن متعلق بالإنكار أو بالإقرار يعني البنت مثلاً 17 سنة والولد 17 سنة تمام؟ أو 16 و 17 والبنت رفع الدعوة إثبات زوجية والولد عنده 17 سنة المدعليه حضر وأقر تقبل الدعوة؟ تقبل الدعوة؟ الدعوة غير مقبولة أنا لا أتكلم على الإقرار هنا الإقرار سأقوله في الزواج العرفي عندما يكون بلغوا 18 سنة خلاص؟ القيد الوارد بالنسبة للسن هذا قيد متعلق بالنظام العام لا يجوز للأفراد الاتفاق عليه مخالفته المحكمة تحكم به وتأخذ به من تلقاء نفسها سواء الخصوم قابل ما أقابلش أنكر ما أنكرش لا تمام؟ طيب القيد هذا نطاقه قاصر على الولد والبقل الطرفين الزوج والزوجة؟ ولا ممكن يمتد للأسرة البنت مثلاً توفت وورثتها رفعين دعوة على الزوج بإثبات الزوجية لكذا تقبل الدعوة ولا تقبل شيء؟ نفس القيد نطاقه يتصل شواءً الموضوع متعلق بالطرفين؟ أو بورثة أحدهم على الآخر؟ طيب ماذا لو؟ الزواج موثق بوثقة رسمية، لكن السن الزوجين أقل من السن القانونية الدعوة تقبل ولا لا تقبل؟ هم؟ ها؟ أنا عندي وثقة رسمية تسألني تقول لي إزاي؟ أنا ماليش دعوة بإزاي؟ بقى المأزونة عملها ما عملهش؟ أنا بتكلم كقابول الدعوة تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل الدعوة حتى ولو كانت سابتة بوثقة رسمية طالما سن الزوجين أقل من السن المحددة؟ قانونة طيب قلنا دفع موضوعي تستنفد به المحكمة ولايتها يعني خلاص ما ينفعش محكمة الاستناف ترجع لأول درجة القانون مدى 227 كل من أبدأ أمام السلطة المختصة إقرار بياناتي أن أنا عندي 17-18 وهو أقل دي فيها جنحة تبقى لقانون العقوبات هذا بالنسبة للطرفين أو الوالد الذي هم الولي الأمر يعني ممكن تتعمل له جنحة طيب المأزون إذا ضبط عقد الزواج وهو يعلم أيضا تعتبر بالنسبة له جنحة في قانون العقوبات المدى 227 ويعاقب أيضا عقوبة تأديبية تمام؟ طيب يبقى القيدة الأول القيدة الثانية خاصة بدعاوة الزواج العرف أنا لا أتكلم عن السن هنا لا يفترض في الحالة اللي عندي الثانية أن زوجين بلغوا سن 18 و 19 و 20 و 30 و 40 لكن الزواج غير إيه؟ غير موثف الدعوة تقبل ولا لا تقبل؟ لو كان هناك إقرار، الدعوة مقبولة لو كان عندي إنكار، الدعوة غير إيه؟ غير مقبولة وضح الفرق ما بين القيد الأول والقيد الثاني القيد الأول ملوش علاقة بالقبول أو الإنكار حتى لو الزواج، الوثيقة سابتة بوثيقة رسمية الزواج، غير مقبولة طالما أقل من السن القانوني الحالة الثانية؟ لا، هم بلغوا السن، ولكن الموضوع متعلق بالإنكار المدع عليه؟ ينكر العلاقة الزوجية خلي بالحضراتك نعم؟ 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 أهم حاجة المدع عليه؟ أنكر ولا بيقر؟ بس هذا السؤال، المادة 17 بيتولية بهوات لا تقبل عند الإنكار، يبقى مفهوم المخالفة، لو فيه موافقة عندي، خلاص، لا يوجد مشكلة الدعوة بالنسبة لي مقبولة، وأبحث الموضوع الدعوة، لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج، خلي بالحضراتك، عشان دي فيها مشكلة، المادة 99 من ليحة الترتيب المحاكم الشرعية، كانت تقولي به، لا تسمع عند الإنكار دعاوة الزوجية، خلي بالحضراتك، النص في ليحة الترتيب المحاكم الشرعية، اللي اتلغى بالقوة 11 سنة ألفين، كانت تقول لا تسمع، خليها لا تقبل، لكي لا نعمل مشكلة، لا تقبل دعاوة الزوجية عند الإنكار، إلا إذا كانت ثابت بواسيقة زواج رسمية، واضحة الصورة، النص في ظل الليحة كان يقول لا تقبل دعاوة الزوجية في حد ذاتها، الزوجية في حد ذاتها، النزاع حول إثبات العلاقة الزوجية، لا تقبل إلا إذا كان الزواج سابتاً بوسيقة زواج رسمية، ثلاث حاجات، وسيقة زواج رسمية، خلاص؟ اتلغت المادة 99 بقانوة 1 لسنة ألفين، وجاء قانوة 1 سنة ألفين، بدل ما كان يتكلم على حظر إثبات الزوجية، جيب نص غريب، وقال لا تقبل عند الإنكار، الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج، أسير الخلاف في ظل الليحة، أنت تقول لي لا تقبل دعاوة الزوجية، حسناً، الدعاوة الناشئة عن الزوجية، واحدة رفع دعوة حضانة، أي دعوة، ليس بخصوص العلاقة الزوجية، تقبل أو لا تقبل؟ قال لك تقبل، لماذا؟ لأن القانون منعني من إثبات الزوجية، لكن الدعاوة الناشئة عن هذه الزوجية، القانون لم يمنعنيه، العكس، جيل قانون 1 سنة ألفين، بدل ما يعالج هذا اللبس، جاء بنص غريب، قال لا تقبل الدعاوة الناشئة عن عقد الزواج، طيب، يظل التساؤل، ماذا؟ موقف دعوة الزوجية في حد ذاتها، ترفع دعوة البنت، ترفع دعوة إثبات الزواج، ليس الدعاوة الناشئة عن الزواج، فوردك أسيرة اللبس، عكس النص الملغ، هذه شيء، الحاجة الثانية، أن القانون كان هناك يقول عند الإنكر، الزوجية لا تقبل إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، النص عندي في القانون 1 سنة ألفين، لا تقبل إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية، أسقط كلمة زواج، طيب، وهذا معناها ماذا؟ هو يقيد، ولا المشرع في 1 ألفين يوسع، صح؟ هناك في ظل الليحة لا تقبل إلا إذا كان ثابت بوثيقة رسمية، والقانون حدد من هو المختص بإبرام وسائق الزواج، أن المأزون، أو القنصل، أو الجهة المعينة، في قانون 1 سنة ألفين قال لي لا، إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية، أي وسيقة رسمية، تعتبر مقبولة في صحيح المادة، بوثيقة مرة ألفين، مثل ماذا يا ساعة الريس؟ محضر شرطة، عادي، 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 عملت محضر شرطة، وجاء المشكو في حقه، وقد أقر، آه، أنا كذا، وأنه أدي زوجته،، ماذا كيف؟ خلص؟ وضح الفرق ما بين القيد الأول والقيد الذي عنك، تمام؟ حسن، دعوا حضراتكم في وثيقة الزواج قد تكون إنشائية، وقد تكون تصادقية، لإنشاء، لحظة النهاردة التصادق، أن الزوج يقرر أنه في علاقة زوجية، هناك فرق بين التوثيق والإشهاد التوثيق أنني بوثق عقد الزواج أما الإشهاد أنهم الاثنين شهود الذين يشهدوا على عقد الزواج وقلنا الشروط لكي لا تقبل الدعوة الشروط عندي أن تكون الزوجية بعد 31 لا تكون سابت بوثيقة رسمية ويكون فيه إنكار وبالتالي لو فيه إقرار الدعوة مقبولة لا يوجد مشكلة كل هذا كلام اتكلمناه لا نريد أن نتكلم فيه ثاني سنفتكر بس كلمة حجية الإنكار السابق رفعت عليه دعوة بإثبات الزوجية وكان الزوج أنكر قبل كده وقدمت مثلا محضر أو هو المحامي بتاعه وقدم محضر إنكار وجه في الجلسة أقر هل الإنكار السابق للعلاقة الزوجية يمنعني أن أنا أثبتها لا يا عقيد طب والعكس ينفي الإكرار وجود إقرار سابق يعني لو فيه إقرار العكس يعني فيه إقرار سابق بالزوجية بعد ما أقر في إقرار السابق لما رفعت عليه الدعوة قال لك أنكر لماذا؟ طيب ما فيه؟ اختلاف يبقى الإنكار السابق ما يمنعنيش أن أنا أقر لكن العكس الإقرار السابق يمنعني أن أنا منفعشي بعد كده أعدي العاني لإقرار قلنا الزوجية لو ثابتها بوثيقة رسمية لا يعتد بالإنكار ولكن يكون السبيل الوحيد هو الطعن بالتزوير في وثيقة الزواج طيب قلنا وسائل الإثبات أثبت أثبت كيف زواج عرفي ومعنديش وثيقة رسمية البنت رفع دعوة بإثبات العلاقة الزوجية أثبت بإيه قلنا قدرت الإثبات قلنا البينة والبينة وإحنا زي ما كلنا عارفين أنها حجيتها متعدية بخلاف الإقرار يعتبر حجية قاصرة على مين على المقر الإقرار الشروطه إيه؟ واحد يقر بالزوجية رفعت على الولد الدعوة وحضر في الجلسة وقال لك أنا أقر بالزوجية أنا كمحكمة أخذ الإقرار كده على إطلاقه ولا له شروط ها شروط مش هتكلم على البلوغ والعقل ده كل مفترض لكن الشيء الطبيعي إنه الإقرار يكون مما يصح شرعا أن يرتب عليه قيام العلاقة الزوجية يعني ما ينفعش واحدة تبقى متجوزة حد تاني أو الولد متجوز أربعة ويأتي يقر بالعلاقة الزوجية في الزوج الخامس أو فيه زواج محارم فيه ما بينهم وصلت لحضراتكم ويكون يعني الشروط كده طيب الإقرار بالزوجية نافذ سواء في حال الصحة أو في حال المرض بخلاف الطلاق في مرض الموت ده فيه ايه تفصيلاته فيه كلام كتير وإمتى يعتد وإمتى تمام يبقى قلنا البينة الإقرار الرسائل بشرط تكون الرسالة مضمنها فيها عبارات توحي بأن هناك علاقة ايه زوجية طيب حجية حكم قضائي قلنا لو هناك حكم مثلا دعوة إثبات نسب والحكم أشار في أسبابه إلى أنه فعلا في علاقة زوجية بين المدعالية وبين والد والد الصغير هذا الحكم في أسبابه يعتبر حاجة حجية فيما يتعلق بثبوت العلاقة الزوجية طيب حكم سحة التوقيع يحوز حجية في إثبات علاقة زوجية هي نصحة وجابت حضرتك وحضرتك وقالت لك والنبي خدي لي عليه حكم سحة التوقيع بالورقة العرفية التي نحن عاملينها هذه وخدت حكم فعلا عليه بسحة التوقيع لما ترفع الدعوة خالص سحة التوقيع وهو حضر وقالت المعنى لسه أقول والله العظيم اللي شفت سات المسشر هي لا تقبل ولكن زي الحالة على سات المسشر لو كان هو حضر بشخصه وأقر بكده يعتبر تقبل الدعوة الزوجية طيب حجية الحكم الصادر بالبراءة في جنح التزوير توقيع العقد زواج عرف واحدة تمام رفعت جنحة مباشرة على واحد أنه زور عقد زواج عليها ادعى أنه هو زوجها تمام خلاص واضح المثال هو عمل عقد زواج أنه الست دي أو البنت دي زوجته تمام طعنت هي بالتزوير والتزوير معرفش تثبت المحكمة ادت له براءة ادت براءة لمدعي الزوجية هل حكم البراءة ده يحوز حجية في إثبات العلاقة الزوجية ها طالما هي بتنكر يعني وضيكم بعض الحاجات قد تدق عندكم ماشي طيب المشرع بيشترط أو اللايحة تنفيذية بتشترط توقيع الزوجين على وثيقة الزواج واحد فيهم ما كانش واخد لباله وما وقعش على الوسيقة ورفعت الدعوة أمام حضرتك الدعوة تبقى مقبولة ولا فيه بطلا بالنسبة للوسيقة وثيقة الزوج نسي ما يمضي على وثيقة الزواج وقال لك ارفع لي دعوة باعتراض على انذار طاعة أو اعمل لي انذار طاعة على زوجت الدعوة تبقى مقبولة وصحيحة ولا عقد الزواج باطل مفيش بطلان خلاص نخش على القيد الثالث قيد دعوة الطلاق من الزواج غير الموثق خلاص عرفنا الحالات امتى يقبل زواج العرفي وشروطه هنيجي نخش على الجزئية التانية الطلاق من الزواج العرفي أو الزواج غير الموثق ايضا المادة 17 قال لا تقبل عند الانكار الدعوة ومع ذلك تقبل دعوة الطلاق بشروط معينة اربعة قلناهم المرة اللي فاتت واحد يكون الزواجين على قيد الحياة الزواج ما يكون سابد وثقة رسمية ان يكون هناك انكار ويتكون الطلبات فقط مقتصرة عليها طلب الطلاق فقط لغير وقلنا الحكمة من القصة ان المشرع وجد انه بدل ما يغلق الباب على زواج العرفي يخرجوا من العلاقة الزواجية طيب قلنا هذا القيد متعلق بالنظام العام زواج عرفي والشرود دي مش متوفرة تمام والدعوة رفعت بدعوة اثبات النسب تقبل ولا لا تقبل بس كده خلوا بعد حضراتكم دايما كده قعدة دعوة النسب خارج اي اعتبر خارج اي حسابات لانه النسب الصغير ده ملهوز زنب دي حاجة حاجة التانية انه النسب فيه جزء متعلق بحق الله سبحانه وتعالى زواج ورقة بدون ورقة دعوة النسب تقبل في كل الحالات الا في حالة واحدة خالص في حتة الانكار الاقرار لو كان المدعا له متوفي فلا ترفع الدعوة الا بضوابط وقيود معين قلنا القوانين الاجرائية ونطاق تطبيقها تطبق على المصريين مسلمين غير مسلمين وتطبق على الأجانب قلنا بعد كده يطبق من ضمن القوانين قانون الاسبات قانون الاسرة قانون حسنية الفين قانون الرافعات قلنا قانون الاسبات خلاص طيب الاسبات انا بسبت مدني اجيب اي شهود اجيب رجل اجيب اي حاجة اثبات خلي بالك زي ما قلنا الاحوال الشخصية نظرا لتعلقها بالصبغة الدينية لازم دايما المشرع يتعامل معها بحذر وحرص شديد لانها تمثي الشخص في عز خصوص حضر حضراتكم فخلينا نفرق ما بين حاجة اسمها الدليل الفرق بين الدليل في حد ذاته واجراءات الدليل تمام فيما يتعلق بالاسبات افرق ما بين الدليل في حد ذاته واجراءات الايه الدليل اجراءات الدليل سمع الشهود شروط الوقائع ازاي التحقيق اسمع الشهود مثلا في حضور الاتنين عب الاثبات وعليه عب النفق لكن الدليل كدليل انا استند اليه في احوال الشخصية يخضع للقواعد الموضوعية لا ساخضع للاجراءات القانون الاثبات لا يخضع القواعد المتصلة بالشروط الموضوعية اللازمة لصحة الدليل نصاب الشهادة في الشريعة الإسلامية غير كده لا ينفع في زواج اثبات زواج سأجيب واحد او واحد وثبت مثلا الزوجية لو مدني ممكن عادي المشكلة لو المحكمة مقتنعة بشهادة الزوجة او بشهادة المرأة او بشهادة الراجل واحد لا مشكلة الفكرة انه انفرق ما بين اجراءات الدليل تاخضع القواعد الاثبات على اطلاقها اما الدليل ووزن الدليل والشروط الموضوعية المتعلقة بقوته وقبوله تاخضع للقواعد العامة في الشروط الموضوعية لو كان مسلمين يبقى اطبق عليهم القواعد الوردة في القانون الاحوال الشخصية او ارجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيف تمام خلصنا قوانين الاجرائية اي حد محتاج حاجة في القوانين الاجرائية ها ها تمام مين اللي حيرفع ورسة الزوجة بعد ولا ابل اه عادي مشكلة مشكلة القوانين الموضوعية بقى خلاص القوانين الاجرائية واحد ساة الفين عشان ساة الفين واربعة قانون مرافعات قانون نسبات وقالنا قانون المدني في خصوص تصفية التاريكات اللي هو بيحكم رفع الدعوة والشض والاعتبار والاعلان والقيد ده معنى القواعد وقبول الدعوة وعدم القبول اخش بقى القانون الموضوعي اللي بيحكم الايه الدعوة ايه القوانين الموضوعية اللي بتحكم مسائل احوال الشخصية ها لا انا بتكلم على القوانين طيب نبدأ بالترتيب ماشي مية لسنة كم طيب ده ده التعديل طيب تمام خمسة وتمانين طيب تمام 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 نقول عشان الوقت بيسرقنا اول حاجة القانون الاول قانون خمسة وعشرين لسنة الف تسعمائة وعشرين خمسة وعشرين لسنة الف تسعمائة وعشرين خمسة وعشرين لسنة تسعم وعشرين مية لسنة خمسة وتمانين أربعة لسنة الفين وخمسة اثنين لسنة الفين وستة مية وستة وعشرين لسنة الفين وثمانية قانون مية وربعين لسنة الفين وكام وسبعتاشر اول تاني ما يا ما كنت أعوز إن chutz مية ستة وعشرين خمسة وعشرين تسعة وعشرين مية لسنة خمسة وتمانين أربعة لسنة ألفين وخمسة اتنين لسنة ألفين وستة مية ستة وعشرين لسنة ألفين وثمانية مية واربعين لسنة ألفين وسبعتاشر دي القواعد القوانين الموضوعية اللي بتحكم موضوع الدعاوة في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بمين؟ بالمسلمين خلاص؟ طيب عرض علي نزاع ولم لا يوجد شيء في القوانين دي خالص كلها أعمل إيه؟ أطبأ أرجح الأقوال من مذهب الإمام إيه؟ أبي حنيفة خلاص؟ لن نخش في القوانين كلها سنذكر بس في عجالة القوانين الحديثة يعني مثلا قانون مية ستة وعشرين سنة ألفين وثمانية قانون مية ستة وعشرين سنة ألفين طبعا قلنا خمسة وعشرين عشرين وخمسة عشرين ومية وثمانين نظم النفقة والمتعة والعدة والإنظار الطاعة والزواج لأخرى وتطلق للحبس وكل المسائل الأساسية خلاص؟ أنا أهمني بس عشان بقول لحضراتكم إحنا بنطوف في عجالة قانون مية ستة وعشرين سنة ألفين وثمانية ده عد للمادة كام قانون مية ستة وعشرين خلي بالحضراتكم ده عد للقانون لإيه؟ عد للقانون الطفل قانون اتناشر سنة ستة وتسعين عد للمادة اربعة وخمسين الفقرة التانية اللي بتتكلم على الولاية التعليمية ده كثيرة الإيه؟ مشاكل كثيرة بتعمل لدد بين الأطراف الولاية التعليمية أضاف الفقرة التانية الولاية التعليمية تكل مين؟ على الطفل تكل مين؟ للحاضن ولا غير الحاضن؟ للأب ولا للأم؟ ما قالش أنا قال لي للحاضن أو غير الحاضن؟ الولاية التعليمية تقول للحاضن طيب الحاضن اللي هي الزوجة الأم يعني وعاوزة تدخل الولد مدارس انترناشنال وحاجات كده يعني والراجل ظروفه ما تسمحش طيب عند نشوء نزاع الأب يلجأ إلى مين؟ رئيس محكمة الأسرة بصفة إيقاد الأمور الوقتية ويقدم له أمر على عريضة يفصل في هذا الايه؟ في هذا النزاع أنا مش عاوزة أتكلم على الولاية التعليمية دي مجالها محاضرة تانية لك أنا بديكم فكرة في التعديلات الايه؟ الجديدة طيب قانون 16 عدي لايه تاني؟ توصيف عقود الزواج منع المأزون أو جهات التوثيق المختصة أنه يبرم عقل زواج إلا إذا كان سن الزوجين كم سنة؟ 18 سنة بعد ما كانت فيه قبل كده تمام؟ طيب القانون 14 سنة 2017 خلي بالكم 2017 أهو؟ يعني هنا كنا الحمد لله محامين وقد الدنيا يعني يتكلم عليه قانون 14 سنة 2017 عدى للمادة 21 التي تتكلم على اعتبار المفقود ميت قانون 25 185 كانت المادة 21 المفقود يعتبر ميت بعد مضيه كم سنة؟ 4 سنين اتعدل بالقانون 2 لسنة 2006 وأصبحت بمضيه 15 يوم 15 يوم بسبب حدسة العبارة التي حصلت في الغرداء لما كان فيه ضحايا كثير تمام؟ عدلت هذه الفقرة بعد 2006 عدلت سنة 2017 بالتعديل اللي بقول لحضراتكم 140 لسنة 2017 قالت ايه؟ يعتبر المفقود ميتا بعد مضيه 30 يوم كانت الأول في 2006 كام؟ 15 يوم دلوقتي بيئت كام؟ 30 يوم بس خلي بالكم مش على اطلاق عشان ما تقولوا المسشار بيقول كلاما لا انا ما اتكلم على حالات معينة حالة اللي هو السفينة والطائرة والعمليات الحربية فقط لغير لكن لو واحد رحل عراق وتجوز واحدة عراقية لا انا ما اقولش بعد 15 يوم لا ربنا يسهلوا بعد 4 سنين في القواعد العادية تمام؟ يبقى التعديل المفقود يعتبر ميت بعد مضيه 30 يوم على الأقل من تاريخ فقد إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقة أو طائرة سقطت أو بعد مضيه سنة من تاريخ الفقد إذا كان في العمليات الحربية هذا أيضا في القانون القديم 2006 وقبل 2006 التعديل الجديد في 2017 ضف فقرة معينة أو كان من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنة نعم نعم لا زهايمر ده مرض أربع سنين لكن يبقى كذا والتحري يعني موجود لا يوجد مشكلة لا نقوله الظروف يغلب عليها الهلاك لو هناك ظروف يغلب عليها الهلاك في عمارة سقطت أو كذا لا يوجد مشكلة حتى لو سواء داخل القطرة أو خارج القطرة خلاص يا بهوات يبقى منقول التعديل بعد ما كان 15 يوم بيئي 30 يوم في 2017 لو كان على ظهر السفينة أو طيارة العمليات الحربية سنة أضاف لها التعديل لو كان من أفراد هيئة الشرطة تمام بردك سنة سنة زي وزي القوات المسلحة هو بقولك التعديل ضاف بس هيئة الشرطة طيب الثاني طبعا الفقرة أن يحكم بموت المفقود من تاريخ صدور القرار يصدر القرارية من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية على حسب الأحوال والزوجة تعتد والتالي تقسم لمين؟ الورثة الموجودين وقت الوقت وقت الفقد ولا وقت الحكم الحكم كاشف ولا منشئ الحكم الذي يصدر من محكمة الأسرة باعتبار المفقود أو من رئيس الوزراء كاشف ولا منشئ طبعا نحن عارفين طبعا الفرق بين الكاشف والمنشئ كاشف يعني مركز القانوني بيرتد من تاريخ الوقعة أنا أكشف عن حالة لكن منشئ لا المركز القانوني لا تستقر إلا أو لا تترتب إلا من تاريخ الصدور كاشف ولا منشئ منشئ تمام؟ أو كاشف عن الفضل لكن أنا ترتيب العدة وما إلى ذلك من تاريخ صدور القرار طيب قلنا فيما يتعلق بالمساء الإجرائية المشرع المصري حاول يوحد وبالفعل وحد الإجراءات التقاضي قانون الحديث سنة الفين ووحد جهات التقاضي أمام حاكم الأسرة بقانون عشر سنة الفين واربعة لكن فيما يتعلق للأسف للقواعد الموضوعية لم يفلح المشرع إن هو يضحى في قواعد موحدة فترك غير المسلمين يخضع للقواعد القوانين اللي قلناها وغير المسلمين يخضعوا للقواعد الخاصة بالشريعة الطائفية طيب أخذ منك السؤال ما لمشي الطواقف غير المسلمين خلاص يا بهوات قلنا المسلمين بيخضع للقواعد القوانين اللي قلنا عليها وإذا لم يوجد نص أنا أرجح الأكوال من مذنب الإمام أبو حنيفة طيب غير المسلمين بطبع لهم إيه قوانين دي وارجح الأكوال لا بطبع لهم إيه أحكام اللائحة الشريعة الطائفية أو أحكام اللائحة الخاصة بغير المسلمين يهمين يعرف ما هي طواقف غير المسلمين عندنا ديانتين المسيحية والإيه واليهود المسيحية كم طائفة ثلاثة أرسوزوكس كاسوليك وأبروتستان تمام الأرسوزوكس دون يعتبر دي من سميها ملة الملة هي طريقة في العبادة لكن الطائفة هي يعتبر حاجة إيه مجموعة يرتبط يربط منها رابط اجتماعي يعني مثلا الأقباط نقول عليهم أقباط لأنهم مصريين ماشي أقباط ده جاية من مصري خلاص يبقى عندي الطائفة الأولى الأرسوزوكس إيه الطواقف بتاعة الأرسوزوكس أقباط وروم وأرمن وسوريان تمام؟ يبقى الأقباط عندي أربعة الأرسوزوكس عندي أربعة أقباط وروم وأرمن وسوريان طبعا معروف الأقباط أهل مصر السوريان أهل سوريا الروم أهل رومة تمام؟ والتأسيم كده الثاني الكاسوريك الملة الثانية كاسوريك كم طائفة؟ سبعة هم الأربعة دول ويضاف لهم مين؟ الكلدان والمورنة بتاع أهل لبنان واللاتين يبقى كده كم؟ سبعة وهناك كم في الأرسوزوكس؟ أربعة يبقى كم؟ حداشر والطائفة التالتة الملة التالتة اللي هو مين؟ البروتوستانت البروتوستانت دول رغم تعددهم إلى تلاتين أو أكثر من تلاتين لكن المشارع المصري لم يعتبرهم إلا إيه؟ طائفة وملة واحدة يبقى كده كم واحدة؟ كم طائفة عندي؟ اتناشر خلاص كده؟ عرفناهم؟ تمام نخش بعد كده على اليهود كم طائفة؟ اتنين الربانين والإيه؟ والقرائين وهناك كم؟ اتناشر يبقى كانت عندي كم طائفة؟ أربعتاشر طائفة فقط واردة على سبيل الحصر وهي الوحيدة التي جعل لها المشرع المصري اختصاص اختصاص إيه؟ قضائي ولا اختصاص تشريعي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية تشريع يعني اختصاص تشريعي؟ يعني الشريعة بتاعته لكن اختصاص قضائي آه في الأول عشان أكون صادق قانون ربعمائة ومسلتين خمسة ومسل كان هناك محاكم ملية وكان هناك مجالس طائفية كل هذا تلغى بقانون واحد لسنة ألفين ثم قانون الأسرة أصبح التقاضي أمام محكمة ايه؟ واحدة للمصريين عموما ولكن يبقى القاعدة الموضوعية يحتكم فيها لايه؟ لأهل الطرفية التداعي طيب خلاص عرفناهم؟ هطبع لها حكام شرعة طائفية؟ ها؟ يبقى بدهي ان انا احط شرط رابع ان يكون النزاع متعلقا بأحوال الشخصية غير كده وكمان لأحوال الشخصية ايه؟ اللي احنا قلناها من الأول خالص لكن لو كان أحوال شخصية تخضع للقواعد العامة اللي احنا قلنا عليها الولاية على المال الولاية على النفس المواريس الوقف الهبة الاهلية لا طبق عليه شعر الطائفية ولا طبق عليه القواعد العامة وصلت المدخل لما قلناها بالتدريج كده ماشي ازاي؟ تمام؟ طيب الشروط دي اللي اربعة يجوز الاتفاق على مخلفتها ولا تتعلق بالنظام العام ها؟ ها؟ متعلقة بالنظام العام لا يجوز لا لي انا كمحكمة ولا لحضرتك ولا للخصوم انه يتفقوا على ايه؟ ما يخالفهم خلاص؟ طيب الشرط الألوى بوحميد الشرط الأول الشرط الأول احنا قلنا متعلق بالأحوال الشخصية الشرط الثاني ان يكون هناك التحاد في الطائفة والايه؟ والملة ايه الوقت اللي انا اقول هم متحدين في الطائفة والملة؟ هل العبرة بوقت عقد الزواج؟ ساعة ما تجوزوا وكانوا يخضعوا للأقباط أرثوزوكس وبعد ذلك حصل مشكلة واحد فيهم من أرثوزوكس انضم للكاسوليك مثلا هل هم متحدين ولا مختلفين؟ فما هو المعيار اللي انا اقول الشرط ده فعلا منضبط ومتوافر العبرة بوقت رفع الدعوة خلاص؟ ليه؟ وقت رفع الدعوة فيه رأي قال لك العبرة بالنزاع العبرة بالزواج العبرة بالخطبة لا كل هذه حاجات ايه؟ صعبة الاسبات لكن وقت رفع الدعوة هو المعيار المنضبط اللي انا اقضرحكم هل هم متحدين؟ فبالتالي اطبق عليهم الشرعة الطائفية مختلفين اطبق عليهم القواعد العامة طيب التغيير كانوا متحدين وأثناء رفع الدعوة بعد ما رفعت الدعوة واحد يوم غير الملة بتاعته أو الطائفة خلينا في الطائفة بدل مارسوزوكس بيكاسوليك هل يعتد بهذا التغيير؟ لا يعتد بالتغيير الذي يحدث بعد رفع الدعوة لكن لو قبل رفع الدعوة ينتج أسره ينتج أسره في نحيتين ممكن قبل رفع الدعوة كانوا مختلفين واحد يوم غير بيئوا متفقين يبقى أطبق عليهم الشرعة الطائفية أو العكس كانوا متفقين قبل رفع الدعوة وبعدين اختلفوا تمام حضراتكم؟ طيب التغيير بنقول عليه نسبي التغيير الذي يحدث بعد رفع الدعوة لا ينتج أسره بالنسبة لدعوة التي حصل في التغيير لكن الدعوة التي ترفع بعد ذلك لا هطبق عليها القواعد العادية خلاص الدعوة الأولى أنا مش بعتد بالتغيير لكن الدعوة الثانية هعتد به لو كانوا مختلفين هطبق عليهم القواعد العام لو كانوا متحدين هطبق عليهم الشريعة لإيه؟ الطائفية الطائفية تمام طيب التغيير لا يعتد به إلا بتصديق الجهة الرئاسية يعني هو أرثوزوكس ورحل بورتوستانت مش مجرد يقول لي كذا لا ده لازم طائفة البرتوستانت تعتمد تغيير وتتديله شهادة وتختم عليه للشهادة طيب اللي بيحصل بعض الأحيان إنه واحد ممكن بيغير وبعد ما يغير يتضح إنه هو عمل القصة عشان يهرب من تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فهنا الجهة الرئاسية للطائفة دي من حقها أنها تبطل قرار الانضمام تبطل قرار الانضمام يبقى عندي حاجة اسمها إبطال قرار الانضمام لو ثبت للجهة دي الطائفية إنه هو كان بيتلاعب وإنه هو مش قاصد إنه يدخل واعتنق هذه الطائفة عندي حاجة تانية اسمها الفصل من الكنيسة الفصل من الكنيسة إيه الفرق بين ده الفصل من الكنيسة لما يكون الشخص ارتكب ما يخالف تعاليم الدينة المسيحية فالكنيسة هنا ايه؟ تفصله طيب ايه الفرق بين ابطال الانضمام والفصل من الكنيسة فيما يتعلق برضك انا بالقانون واجب التطبيق انا مليش دعو بحاجات تانية ها ابطال الانضمام هو انا ببطله الانضمام بتاعه ويعتبر كأنه رجع للملة ايه؟ السابقة خلاص ماشي لكن الفصل من الكنيسة لا يعتبر الشخص منضم لأي طائفة تبع الدينة المسيحية فيعتبر بلا ايه؟ وبالتالي هيعتبر ايه؟ هو سالب في أي طرف يخش معها اعتبرهم مختلفين هطبق عليهم القواعد الايه؟ العم طيب خلاص عبء الاسبات يا بهوات على مين؟ عبء الاسبات التغيير الزوجة رفع مثلا دعوة بالطلاق الزوج يقول لك لا او الزوج رافع دعوة بالطلاق مثلا الزوجة يقول لك لا نحن متفقين الزوجة يقول لك لا انا غيرت الملة بتاعتي او الطائفة مين اللي يقع عليه عبء الاسبات؟ وهل الاصل؟ دعوكم لأننا طبعا المادة واحدة في قانون الاسبات التغيير على المدعي يثبات الالتزام وعلى المدعي يثبات ايه؟ تمام؟ مين اللي في جانبه الوضع الظاهر؟ وعلى المدعي عليه يثبت عكسه؟ هل الاصل ان هم متحدين؟ ولا الاصل ان هم مختلفين؟ لو عرفت النقطة دي هتعرف تجاوب على السؤال على من يقع عبء الاسبات؟ بالضبط الاصل انهم متحدين ومن يدعي؟ ان هم مختلفين يقع عليه عبء الاسبات؟ طيب العدول عن التغيير واحد غير وبعدما غير كده ورفع الدعوة هو غير قبل رفع الدعوة بعدما رفع الدعوة رجع في كلامه تاني اعتبرهم متحدين ولا مختلفين التغيير لكي ينتج اثره يجب ان يظل قائما حتى الفصل في الدعوة حتى الفصل في الدعوة طيب لا غير وبعدين عدل عن التغيير عبء اثبات العدول يقع على مين؟ على من يتمسك بانه الطرف الآخر عدل عن الايه؟ تمام؟ وصلت؟ طيب الشرط التالت الأخير أو الرابع ألا تخالف أحكام الشريعة الطائفية قواعد النظام العام في مصر ليس المقصود يجدر القول والتنبيه ليس المقصود بالقواعد العامة والنظام العام الشريعة الإسلامية لازم نكونوا متفقين على هذا الأمر وإلا لو انا اشترط عشان اطبق الشريعة الطائفية ما تكونش انها مخالفة مثلاً عزراً النظام العام اه مصر مثلاً لا يبقى النظام العام ليس المقصود بعدم مخالفة أحكام الشريعة الطائفية للنظام العام أنها لا تكونش مخالفة للشريعة الإسلامية لا هي مخالفة لا تكونش مخالفة لما استقر عليه الضمير المجتمعي ضمير المجتمع في قواعد عليا ومثل استقرت في ذهن العائلة المصرية مخالفتها هو ده اللي يمثل مخالفة للعرف والنموس العام مثل عدة مثلاً في ضائفة الكاسوليك لا يوجد شيء اسمها عدة ينفع فهي مخالفة واحدة ستة استبراء الرحم أو عدة الوفاة وضح المثال فيما يتعلق بمخالفة التبني قلنا في حاجة كانت عند اليهود الربانيين أنه لو أخ توفى زوجته يورسها أخوه يعني بمعنى أنها تصير له وكما لو كان ملك يتزوجها على طول حتى بدون رضاها هذا الأمر مخالف للنظام العام وبالتالي المشرع سيستبعد هذا التطبيق في حالة مخالفة النظام العام الزواج في الديانة المسيحية الزواج في الديانة المسيحية هل هو عقد؟ هل هو عقد؟ هل هو عقد بيع؟ أو هبة؟ أو لا؟ لهو نظام قانوني رأيين؟ رأيي يقول لي والله هذا هو عقد لأنه فيه إجاب وقبول طرفين؟ زوج وزوج عقد؟ رأيي ثاني يقول لي لا، هو عقد لأنه فيه إجاب وقبول؟ ولكن المشرع يتدفل يقول إمت هذه العلاقة تقوم؟ وإمت هذه العلاقة تقضي؟ وإمت هذه العلاقة تبطل؟ وإمت هذه العلاقة تبطل؟ وإمت هذه العلاقة تبطل؟ فبالتالي هو ليس عقداً مدنياً أو عقداً فقط ولكنه فضلاً أنه عقد هو نظام قانوني مؤدد إيه؟ يبقى ما ينفعش أن أنا أبرم عقد الزواج خارج نطاق الكنيسة وأقول أعمل عقد زواج إيه؟ مدني تمام؟ المادة 15 قالت الزواج سر مقدس سر مقدس وعندهم نظام ديني لا بد أن أردك من التلاوة الصلوات وما إلى ذلك ويبرمه إيه؟ الكاهن التوسيق عندهم زي عند حضرتك التوسيق ليس شرطة لازمة لصحة العقد الكنيسة ليس شرط لازم هو للإثبات فقط لا غير حتى أنه فيه دفتر في الكنيسة يقيد في الوقاع على الزواج لو لم تتم إلقيت الزواج يعتبر إيه؟ صحيح ما فيش عندهم حاجة اسمها التعدد الوحدة في الزواج الكنيسي أمور مستقرة في العقيدة المسيحية هو الزواج الإيه؟ واحد ما جمعوه الله لا يخرقه إنسان طيب الزواج الثاني المادة 25 ملايحة لك بطرسوزوكس قالت إيه؟ الزواج الأول الصحيح القائم بين الزوجين يعتبر مانع من الزواج الآخر يعني مجرد إن الزوج مرتبط بزيجة دمانع إنه يتجوز واحدة تانية وقالك إيه؟ الزواج الصحيح فعشان كده هم ما فيش تعدد إيه؟ زوجات لا تقولي تعدد زوجات زواج مدني أو زواج إيه؟ كنسي محظور حظراً إيه؟ حظراً باتة طيب اللايحة اللي أنا قلتلي قلتلي ساد المستشار هنطبق اللايحة إيه هي اللايحة؟ عند الأقباط الأرثوزوكس باعتبار هم الأغلبية عندنا في مصر ليحة ٢٩٣٨ ليحة الأقباط وليحة ٥٥ اللايحة دي ورد عليها تعديل اللي يهمني عوزة وصله لحضراتكم التعديلات اللي حصلت في ٢٠٠٨ ده المهم جداً عوزة وصله لحضراتكم إحنا زي ما بنقول إحنا بندي إيه؟ روتوش كده وعناوين فقط لغير مش بنتعمق في التفصيلات تمام؟ تعديلات لايحة ٢٠٠٨ لايحة الأقباط الأرثوزوكس تناولت إنها عدلت أسباب التطليق وقصرتها على حالة الزنا فقط لغير وعددت الحالات التي يعتبر منها الزواج في حالة زنا تمام؟ يبدأ التعديل الأولاني حلاص؟ التعديل الثاني إنه إيه؟ عقد الزواج الباطل كان بيدي من الحق الزوجين أو كل ذي شأن أنه يرفع دعوة بالإيه؟ ببطلان هذا العقد لا، تم حذف كل ذي شأن طيب، أسباب التطليق فيما يتعلق بالنسبة الأقباط الأرثوزوكس هل هي متعلقة بالنظام العام؟ أو يجوز الاتفاق على مخالفتها؟ أسباب التطليق الوردة في ليحة الأقباط الأرثوزوكس؟ يجوز إنهم يطلقوا خلاف الأسباب الوردة في الليحة؟ لا، متعلقة بالنظام العام، لا أنا كمحكمة أقدر أخليفها، ولا هم يقدروا إيه؟ يخلفوا القواعد بطلان عقد الزواج، طيب، آخر شيء؟ يبطل عقد الزواج إذا فقط الشروط الموضوعية والشكلية بالنسبة لهم، حتى لو فقط الشكل الديني حالات البطلان إمتى؟ إذا لم يتم الزواج في المراسيم وطبقا للتقوص الكنسية، إذا كان السن الزوجين أقل، إذا لم يكن فيه رضا، إذا كان فيه مانع من أنوان على الزواج، إذا تزوج المسيح بما لا ينتمي للديانة المسيحية، إذا كان فيه مانع، إذا كان فيه غلط في الزوج أو الزوجة، واحد يجوز واحدة تانية، هذه تعتبر هي الحالات تحت أسباب بطلان الزواج بالنسبة للأقباط الأرثوزوكس طيب، إبرامي الزوج في الخارج، أقباط أرثوزوكس وأبرامي الزوج في الخارج، وجاء عندنا نص في المادة ستة وتلاتين، أي واحد تزوج خارج القطر المصري لما يرجع، المفروض يبلغ الكنيسة آخر نقطة معلش عشان ما أطولش على حضراتكم، الجهة، من هي الجهة المختصة؟ بالإذن، نحن نقول حالات التطليق وردة على سبيل الحصر بطلان العقد، أو خد حكم بالتطليق النهائي، أو أنه قلنا عقد الزواج كان حد ذاته باطل، وخد حكم بالكلام ده الذي خد حكم عاوز يتزوج، ما هي الجهة أو ما هي الجهة المختصة بمنح تصريح الزواج بالنسبة للأقباط الأرثوزوكس؟ ها؟ 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 المجلس الإكريليكي، خلاص؟ بشرط يقدم هذا الطلب رفقة صورة من الحكم النهائي الصادر ببطلان عقد الزواج، أو من انحلال عقد الزواج طيب، المجلس الإكريليكي يجب عليها أن يبت في هذا الطلب خلال ست شهور، لو انقضت المدة، وما ردش على حضرتك، يبقى من حقه يتظلم أمام لإيه؟ البطريرك، تمام؟ طيب، القرار، آخر حاجة، مش هكتر تاني، القرار الصادر من مجلس الإكريليكي، هل يعتبر قرار إداري؟ أو قرار مدني؟ الإكريليكي يقدم طلب للمجلس، يدي له تصريح عشان يتزوج، يقول أنا خدت حكم مثلاً بتطليق زوجتي مني، أو أن الزواج بتاعنا كان باطل، فأنا ما عنديش زواج تاني، يا محكمة، اديني مجلس، اديني تصريح عشان أتجاوز واحدة تانية، تبقى للقانون، ما فيش مشكلة، المجلس رفض، القرار الصادر من المجلس بالرفض، وتظلمت مثلاً للبطريرك خلال ست شهور، ورفض، القرار الصادر بالرفض، تتظلم منه حضرتك يا رجل محامي، جاء لك صاحب الشان وقال لك مجلس الإكريليكي، أو البطريرك رفض، أرفع الدعوة قدام مين، ولا أتظلم قدام مين؟ هل ده اعتبروا قرار إداري واروح مجلس الدولة؟ قرار إداري؟ طيب ليه مجلس الإكريليكي يعتبر هو موظف عام؟ ولا مدني؟ لا، المجلس الذي يعتبر القرار، يعتبر هو ما؟ يعني أنا ما أقدم طلب، طلب بإيه؟ تصريح زواج، يبايز المتعلق بإيه؟ أحوال شخصية جماعة، أحوال شخصية، من حقي ممكن أن تظلم من أمر على عريضة، تبقى للمادة، مواد الإصدار قانون 1 سنة 2000، ولو ما كانش أرفع دعوة قدام مين؟ محكمة الإيه؟ محكمة الأسرة، تمام؟ يبقى نرجع تلخيص ثاني نقول، عرفنا الأحوال الشخصية، القانون معرفها شيء، اللي عرفتها محكمة النقض، قلنا المسائل للأحوال الشخصية المفروض الأصل فيها يطبق فيها العقيدة الدينية أو الأحكام الطائفية، قلنا القانون خرج بعض المسائل وأورد فيها قوانين عامة تقدع للمصريين عموماً، قلنا القوانين الإجرائية، قلنا القوانين الموضوعية، وقلنا المسائل التي تحكم أحوال الشخصية غير المسلمين، وشروط تطبيقها والليحة، ويا رب يكونوا استفدتوا إن شاء الله تعالى